المجتمعات الغربية لما يقع الطلاق يبقى الاتصال بين الزوجة والمطلقة يبقى بالاتصال من أجل مصلحة الأولاد نحن في الجزائر يقع الطلاق تنوض الحرب بين الرجل وبين المطلقة حرب بدونها وتستعمل فيها كل الأسلحة ومن بين الأسلحة التي يستعملها خاصة 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 المطلقة الزوجة خاصة في أغلب الحالة تمنعوا باش يشوفوا لده كيف يتصرف القانون الجزائر معه؟ الحكم الطلاق يخرج بالطلاق ويعطي حق الزيارة للأب قال تجي تشوف ولدك نهار الجمعة والسبت إما من تسعة نتعى الصباح حتى للوندومة حتى الغدوة السبت على الخمسة وتردو إما تشوف من تسعة نتعى الصباح الخمسة نتعى عشية وتعود ترجع إذا كان طفل يرضع مثلا في الصغير أقل من سنتين لا تقدرش تديه يومين متلية يحتاج رضعة تديه ربع سوية خمسة لكن في الحالة نتعى الويكند قاضي يحكم في العطلة الأسبوع يديه الأب يشوف والأعياد الوطنية الدينية يتقسمون قال العيد الصغير نهار لول عند الأم النهار الثاني عند الأب العطلة المدرسية مناصفة إحنا وش يحدث؟ الويكند الجمعة كي يجي الأب يشوف ولده على تسعة نتعى الصباح الأم ما تمدهولوش تهز ولدها وتروح لأمها ولا تخف الباب ولا تتسكر ولا إذا تكون في عمارة قال جمعة يجي الأب مسكين يشوف بنوه ما يلقاش تمنعوه متعمدة باش تنتق منو نيكالا علي طلقها شدت الفرق بينه وبين بعض ما يحدث في الغرب الغرب فاهمين قال انتهت العلاقة بيني بينك انتهت العلاقة بيني وبينك الولاد علاش تورطهم في هذا اللي عندنا في الجزائر أغلب الحالات نسى نسى اللي يستعملوها ورقة ضرط الأبناء ذاخيرة موش ورقة ذاخيرة كيف يتعمل الجزائر المشترع الجزائري فيه نصف القانون العقوبات اللي هو المادة 328 من قانون العقوبات يعاقب بالعقوبة من سنة إلى سنة وبغارمة من زوج ملايين سنتيم إلى 10 ملايين سنتيم كل مرأة تمنع زوجها باش يشوف الولاد التعب حذاري من هذا القانون راهو متشدد كيف يثبت ذلك لما الزوج يروح يشوف ولاده ما يلقى يروح يجيب محضر قضايا يدير محضر معاينة بلي ولاده ما كانش في الضار ولا الزوجة ما يحبتش تعطيهم له يدير محضر الامتناع ويقدم بها شكوى الوكيد الجمهورية الريش كيمبان يعني تكون عرضة لعقوبة من شهر إلى مدة سنة ترجمة نانسي قنقر